بقمرياته الملونة سمح للضوء أن يغمر المكان ليظهر صورة أو ليظهر صورة على الوطن والحبيب ويفتح نافذة على الصنعاء والجراحات الكثيرة التي مر بها شاب في العشرينيات من عمره كيف صاغ الألم وكيف رتب أبيات شعرية بعمق العارف الخبير لتجارب حياتية عاشها أو تخيلها أصدر أول أعماله ديوان قمريات بلون آخر متسائلا ومجيبا في الوقت ذاته ما هو هذا اللون وما هو مصدره وأين اختفت باقي الألوان واستبدلت بلون واحد ولكي نتعرف أكثر على هذا الديوان اليمني يسعدنا أن نستضيف معنا في صباح بلقيس الشاعر مؤلف الديوان أنس الحجري ويسعد صباحك أهلا وسهلا فيك صباح النور سمية ويديان أهلا معكم أهلا وسهلا نورت بتك مطرحك كثيرا يقوله بداية أنس نبارك لك إصدار الديوان الأول والذي نطبح في هذا اللقاء أنه نتعرف إن شاء الله أكثر وأكثر على التفاصيل بداية أنس حابين نعرف بدايتك الشعرية في الحقيقة هما بدايتان الأولى كانت في سنة 12 سنة والثانية في سنة ثانية جامعة البداية الحقيقية هي في الجامعة لكن كل ما سؤلت هذا السؤال لا أستطيع تجاوز تلك المرحلة القديمة لأنها كانت هي البداية الأساسية وهي التي كانت نابعة من شغف وشغف فقط يعني طفل 12 سنة ما يعرفش الشعر ولا يعرف أي شيء ولكن قرر إنه يكتب شعر فهذه كانت البداية الأولى استمرت لمدة ثلاث سنوات تقريبا وكنت أكتب فيها باللهجة العامية عادة ما كنت شعرف العروض ولا بحور الشعر ولا أي شيء ما فيش غير شوية شغف هكذا بكتابة الشعر واستمرت ثلاث سنوات وانقطع بعدها في سنة ثانية جامعة كانت البداية الحقيقية وهي كانت بعد مرحلة من القراءة والتشبع يعني في مرحلة الثانوية وبداية الجامعة كانت مرحلة قراءة فأفضت إلى هذه البداية الثانية يعني تعلمت علم العروض والوزن والقافية وإيش معنى شهر وإيش معنى موضوع يعني وحدة موضوعية إيش معنى ديوان وإلى آخر ما شاء الله يعني البوادر كانت موجودة في البداية لكن احتاجت إلى نقول سقل وتدريب إلى أن أصبحت يعني على شكل الكتاب لكن قبل قبل الديوان أستاذ أنس ما كانت أبرز مشاركاتك الأدبية والشعرية؟ هنا في تركيا اتحاد الطلاب اليمنيين كان يقيم فعاليات سواء في الأعياد الوطنية أو المناسبات الدينية أو الرسمية كانت هذه أكثر الفعاليات والمهرجانات التي أروحها إضافة إلى مهرجانات كانت تقيمها جهات عربية في داخل تركيا وأسطنبول بالذات أو جامعات تركية لها أقسام باللغة العربية ويعني تقيم فعاليات باللغة العربية كذلك كنت أدعى أحيانا لتمثيل اليمن وأحيانا لتمثيل يعني شعراء عرب في هذه المهرجانات بالنسبة لباقي المشاركات كانت بسبب كورونا في الفترة الماضية في كثير منها كانت أونلاين في جامعات في الهند في ماليزيا في السودان يعني لم تتعد هذا المطأ ما شاء الله يعني تخطيت حدود المنطقة وخطت تجارب مع كثير من الجامعات جميل جدا يعني أنس وتفضي وديانا اليوم معنا بفقرة لغة القذب اليوم قلست مارسة على النسوية طيب أستاذ أنخت تكتب العمودي أما التفعيلة وإش رأيك بالخلافة الدائر بينهم؟ في الحقيقة أكتب العمود وأكتب التفعيلة ولا أرى مبرر لهذا الجدل ما بين العمود أو التفعيلة هناك من يفضل أن يكتب العمود على أوزان الخليل بن أحمد وهناك من يفضل الشعر الحديث كثير من الشعراء الحاليين يفضلون الشعر الحديث كونه وسهل وغير مقيد يعني وكذلك غير مطروق من فترات سابقة لكن أنا برأيي أنه قل بأي طريقة تريد أن تقول يكفي أن يكون ما تقول الشعر يعني مش مهم الشكل عادي قل بالعمود كذلك بعضهم الآن طلعت قصيدة النثر أو تسمى هكذا القصيدة النثرية هي أشبه بالنثر لكنهم سموها قصيدة فإذا كان فيها فكرة وفيها لمسة الشعر فإيش المانع أنك تكتبها أو قصيدة التفعيلة أو العمود أنا بالنسبة لي أكتب الاثنين لكن غالبا أكتب العمود وهذا يعود إلى السبب الذي ذكرته قبل قليل أنه يعني خلال فترة الثانوية وبداية الجامعة كانت مرحلة قراءة والناس اللي قرأت لهم كانوا عادة العباسيين وشعر العصر الجاهدي يعني أثرت فيهم نعم كان أغلبه عمود فجاء الديوان كذلك أغلب قصائده عمود لهذا السبب جميل جدا ماشاء الله وفعلا إحنا نسميها التغذية الراجعة يعني كلما كان فيه شيء أنت بتدخله وهو يخرج بشكل آخر بطريقة الإنتاج اللي أنت عملتها طيب بالنسبة للإسم يعني قمريات بلون آخر احكي لنا عن الإسم وأيضا حدثنا أيضا عن هذا الديوان بالنسبة للديوان سنعود للإسم أنا أتحفظ على شرح الديوان بنفسي مكون من 22 قصيدة أغلبها عمود كما أسلفت وفيها قصيدة واحدة أو قصيدتين اللي هي تفعيلة يعني متوسطة الطول أصدرت في بداية 2023 عن دار عنوين في القاهرة لأنه هنا في تركيا صعب أن تصدر ديوان باللغة العربية الجالية العربية في تركيا مهما كانت واسعة أو كبيرة لأنها تظل قليلة محدودة يعني نعم مقارنة ببلد مثل مصر أو لبنان أو غيرها فهذا هو أول عمل لي يعني كنت قد كتبت قصائد كثيرة لكني فضلت 22 قصيدة أو اخترتها أنا كنت حابة أسأل ليش 22 بالضبط يعني مش 25 مش 30 هناك قصائد استبعتها يعني لا أرىها مناسبة ولا أتحرج من هذا القول إنه الشاعر قد يرى أنه هذه قصيدة جميلة وهذه غير جميلة وهو كتبهم الاثنتين يعني أنا لا أنكر القصائد اللي كتبتها مسبقا مثلا لكني لم أحب أن أضيفها في الديوان فاخترت ما أظن أنها أجمل أو أقوى 22 قصيدة وهذا جزء من احترامي أنا لأي شخص يقرأ ديواني إنه مش ضروري خلاص أطبع 50 أربعين قصيدة وتكون كلها غثة بالعكس ممكن 20 قصيدة أو 25 أو هذا العدد القليل لكنها تكون مرتبة وتلق بالقارئ يعني تحترم القارئ بحد ذاته طيب أنا الساة هل كان للغربة أثر عليك كشاعر؟ الغربة تؤثر على كل الناس لكن الشاعر تؤثر عليه من جهتين برأيي أنا الجهة الأولى أنها تسقل موهبته يعني الموهبة تنضج كما كان يقال سابقا أو في قديم الزمان أنه المعاناة تولد الإبداع فمش شرط أنها تكون معاناة فقر أو معاناة مادة يعني عوز قد تكون هذه المعاناة عبارة عن غربة قد تكون فقد قد تكون حنين إلى أماكن سابقة أو إلى أصدقاء قدامة فالغربة هي تسقل الموهبة لكنها في نفس الوقت تأكل من عمر الشاعر أكثر من غيره يعني أنه يفكر كثير يعني يحن كثير أو ربما يرى الأشياء بطريقة غير اللي يرىها الناس يعني أنه أنا خلاص استقرت في هذا البلد وعشت فيه اشتغلت فيه درست فيه خلاص ما عد تعني ليش الوطن إلا العائلة اللي هم الأسرة أو زيارتهم بينما ربما الشاعر يحن لما كان جلس فيه وشرب القهوة قبل 15 سنة أو منطقة صغيرة كان يلعب فيها في طفولته فهذه تؤثر عليه يعني من ناحية الشعر أنه يكون حقيقي أنه يكون عن تجربة واقعية يلامس القارئ لأنه صدر عن روح حقيقية وعن معاناة طيب عفوا بالسمية أنا عندي إضافة على موضوع المعاناة فعلا المعاناة مش بس ضرورة تكون مادية يعني حينا الواحد يشتغل الأهل والأصدقاء واللمة هذه الحلوة زي ما قال دروي شوان أعادوا إلينا الأماكن من يعيد لنا الرفاق فعلا طيب هل بالضرورة أنسي يعني أن يضع الشاعر تجربته الشخصية في أعماله هل ضروري أن يكون عاشق مثلا حتى يكتب عن الحب هل يكون يعني مغترب حتى يكتب عن الغربة هل لزاما يعني أنت ترى برأيك الشخصي أنه ضروري تكون بعض الأعمال مرتبطة بتجارب الشعر الشخصية ليست بالضرورة أن تكون كل التجارب التي يكتبها الشاعر بالفعل قد عاشها لأنه هناك في الشعر هناك مساحة للخيال فبالتالي أنا إذا لم أعش مثلا هذه التجربة بإمكاني تخيلها وهذا الفرق ما بين الشاعر وغيره أنه أنا أستطيع أن أدخل في هذه الشخصية نفس الممثل بالضبط أدخل في هذه الشخصية وأعيشها وأعيش معاناتها لكن يجب أن تكون المعاناة حقيقية لينتج عنها إبداع حقيقي بينما في المقابل إذا كتبت بطريقة مبتذلة كما يكتب المدحون مثلا أو من يرثي شخص بس مجاملة له يعني ما فقده ولا شيء بس عشان أتجمل عند حد معين فأقوم أكتب لقصيدة هذا يصبح نظم ويصبح غثاء يعني ما لهش أي قيمة وممكن مئة بيت واحد لو فتشنا فيهم لا نلقي حتى بيت فيه شاعري أو فيه معنى وأحساس صادق يعني بس عندي نقطة يعني الشيء أسألك فيها كونك شاعر يعني يقول الشاعر لما يكتب قصائد حب وغزل أحيانا يقول مش شرطة نعيش هذه الحالة وإنما أقالي الهاقس هل هذا صحيح؟ ولا لازم الواحد يعيش حالة الحب هذه هي نفس الكلام نفس الإجابة قبل قليل قلتها أنه أنا مش شرط يكون عندي حبيبة عشان أكتب عن الحب يعني أحيانا الشعر يكتب عن الحبيبة وهو يقصد الوطن اللي هو عايش فيه المدينة اللي يجاء منها يكتب عن الحبيبة وهو يقصد يعني أي شيء آخر إلا الحبيبة فبالتالي هو يعيش تجربة في خياله وليست على أرض الواقع فإذا كان صادق في هذه التجربة فيه خياله وبإمكانه أن يكتب شعر أفضل من اللي عايش تجربة حب لكن موهبة لسه ما نضيتش إن قابل بلماسي أحييك على طيب أناس بالنسبة لموضوعات المرأة كل ما قرأت أنا مثلا في القصص القديمة عن المرأة دائما تظهر بالذكية الفطنة يعني يفي تصور في القصص لكن بالنسبة للشعر أنا حابة أشوف منظورك أنت الشخصي للمرأة وكيف تضعها في أبياتك الشعرية المرأة هي الأم وهي الحبيبة وهي القصيدة وهي الوطن وهي رائحة العدر فكما كان في شعر السابقين يعني يرمز لها بالدهاء ويرمز لها بالفطنة وأحيانا بالمكر يعني وهذا المكر ليس بشيء المعيب لأنها إذا مكرت هي تمكر عن حب يعني تكيد لشخص تحبه يعني إيش الفائدة أن المرأة نتهمها مثلا أنها تكيد لشخص وهي أصلا ما تحبه ولا تهتم لأمره وبالتالي هي ما بتنتبه له ما بتكيد له ففي قصائد المرأة يعني متواجدة لكنها ليست بذلك القدر اللي كان موجود يعني في قصائد السابقين أو بعض الشعراء خصص حياته كاملة ليكتب عن المرأة مثل نزار قباني نزار قباني نسموه بشاعر المرأة لكن هو تناول موضوع المرأة من كافة الجوانب بينما في شعر أنا أو في شعراء اليمنيين حاليا هو لك أكثر من موضوع طارئ يعني تجدر الكتاب عنها أكثر من فعلا يمكن موضوعات المرأة يعني تتنوع وحقيقة يمكن لأنه إحنا كنساء دائما يتم تصويرنا بطريقة المزهرية يعني أحيانا الوردة ويكتفوا أنهم يضعوا تصورات بسيطة عن المرأة لكن أنا أجد أنه للمرأة أدوار أخرى يعني يمكن نحاول أن نحن ننشر هوية المرأة اليمنية الحقيقية المرأة السبائية المرأة الحميارية يمكن هذه أحد الطرق التي بشكل أو بآخر نروج أو نحي حياة المرأة اليمنية التي يعني صارت اليوم وضعها يمكن مش زي ما بنتمنى لكن حقيقة نجد أيضا في نفس الوقت العادات القبلية التي تحترم المرأة وتدعم المرأة اليمنية في ألابيا بس عندي تعليق يعني ما فيش عندنا للأسف شاعرات كثيرة أناس يمكن أكثر واحدة الآن أستحضره وأتذكره هي غزالة المقدشية لكن كشاعرات من تشرش عندنا كثير أسماء شاعرات يعني ليش؟ هو مش عندنا بس وعند الناس كلهم يعني من قديم الزمان ولا أعرف السبب بصراحة عشان النسويات ما بعدين يعني معدلنا مشاكل لكن إنه هو يمكن عدم إتاحة الفرصة يعني أنت لو تلاحظ المجتمع لا يسمح للنساء بالبروز يعني عندنا خوف يعني هذا شيء ناتج عن خوفي بس كعربيات في مثلا عندك نازك الملائكة غادس سمان وغيرة بس في اليمن ما للنساء يعني لازم يكون في تعادل يعني في هذا الموضوع على هذه السيرة أناس يعني على سيرة الشعر بشكل عام في اليمن كيف ترى المشهد الشعري في اليمن؟ مشكلتنا إحنا في اليمن هي العزلة عشنا عزلة حتى الشعراء الرجال مش للنساء بس يعني إذا كان مش مسموح مثلا للنساء فكذلك الرجال اللي اسمهم مسموح لهم ما أحد يعرفهم فالمشهد الشعري في اليمن زاخر في كثير من الشعراء أفذاذ يعني لو خرجوا من اليمن لملأوا الدنيا شعرا ولا عرفهم العالم أجمل لكنهم مشكلة الشعراء اليمنين أنهم يعيشون في اليمن ويكتبون عن اليمن ويقرأ لهم شعراء يمنين ما خرجوش من هذه الدائرة المقالح كنت في حديث سابق هنا في صباح بالقيس متحدثت عن هذا الموضوع هو أكثر الشعراء اليمنين الذين خرجوا عن الإطار المحلي نعم إلى العربي والعالمي كذلك ترجمت بعض أعماله هو الشعر الوحيد بينما البقية في اليمن والسبب بالرأيه لا يعود للشعر نفسه إنما للظروف للوضع هناك شعراء أتابعهم على وسائل التواصل يتلقون الكثير من الدعوات أحيانا إلى مصر أحيانا إلى العراق البصرة إلى تونس مهرجانات تقام ويستدعى الشعراء وهنا في اسطنبول كذلك كنا نستدعي بعض الشعراء في اليمن لكن لا يستطيعون الخروج إما الفيزا أو المصارف نعم والتذاكر وما إلى ذلك فبالتالي يظلون في اليمن فعلا الظروف التي تحيط بالفنانين والأدباء في اليمن للأسف لا تسمح لهم بأن يكونوا ظاهرين نفس الظهور الذي يشوفه في باقي الدول العربية لأسباب كثيرة أنت ذكرتها وهذا شيء مؤسف حقيقة أن أهل اليمن واليوم نحتفل بخط المسند وهي أحد اللهجات التي انتهت وما استخدمناها الآن لكن هي تظل جزء جميل من ثقافة عريقة وتعدد اللهجات والثقافات الموجودة في اليمن يعكس هذا التنوع الجميل لكن هو غير ظاهر عربيا وعالميا بالنسبة لما يحدث في العالم اليوم وبالأخص الكارثة الأخيرة أنس الزلزال الذي حصل في سوريا وأيضا تركيا أنت قمت بمبادرة جميلة تخصيص ريع أو جزء من مبيعاتك لهذه الكارثة فأحكي لنا عن سبب قيمك لهذا العمل كان عندي خمسين نسخة أخذتهم من الدار من عنوين فأهديت عشر نسخ وظلت أربعين نسخة كنت أنوي أن أعمل حفل إشهار للديوان وأدعو أصدقائي وأوزع هذا الديوان مجانا أو الأربعين نسخة الباقية لكن بعد حدوث الزلزال أصبح من العيب أن نحتفل وغيرنا يعاني متشردون في الشوارع ويعني بحاجة إلى الخيام وإلى الحطب فجاءت الفكرة الأولى أنه خلاص ألغي الحفل ففكرت كذلك أنه ليش ما نبيع الديوان هذا من جهة أنه يعني نساعد الناس ومن جهة أنه خلاص ماعد فيش حفل توقيع عشان أهديه مجانا فكتبت الفكرة على وسائل التواصل واليمنيين كما يقال مدد للأمانة تقريبا سبعين شخص أو خمسة وسبعين شخص اللي عديتهم تواصلوا معي في نفس اليوم عشان أنه يشتروا الديوان فترك له سعر لا بأس يعني كان مائتين ليرة للشخص العادي ومائة ليرة للطالب فجمعت ما بلغ لا يعني وصل إلى ثلاثمائة وثمانين دولار هو سبعة ألف ومية ليرة بالليرة التركية وقمت بيرساله إلى المتضررين من الزلزال في الشمال السوري عبر ملهم فريق ملهم التطوعي فرأيت أنه هذا الطريقة هذه كانت يعني جديدة أو طارئة بسبب الزلزال لكنها بالنسبة لي أنا مهمة أكثر من حفل التوقيع ومن الإشهار ولو كان عندي كمان مائة كتاب كنت بيعتهم كلهم في سبيل المساعدت هؤلاء المتضررين نسأل من الله أن يتقبل يعني طريقة جميلة للاحتفال ويمكن هذه أحد صور الاحتفال أنت اليوم تحتفي بها لكن بطريقة تعكس روح التفاؤل وروح أيضا التكافل ما بينك وبين ضحايا الزلزال واللي للأسف أثرت علينا بشكل كبير حقيقة رؤية كل هذه الكارثة سواء من ناحية البشرية أو حتى من الناحية المادية فعلا والشاعر والفنان بشكل عام مش بس يملك موهبة ولكن أعتقد أن أخلاقياته كذلك تلعب دور كبير وتكمل هذه الشخصية الجميلة وكلنا فعلا كانت بالنسبة لنا فاقعة ونتمنى السلامة للجميع وأمس بالأمس كان هناك كذلك هزة للأسف نسأل الله السلامة وشكرا لك أنا تنورتنا وعقبل إن شاء الله ديوان ثاني وثالث ورابع بإذن الله ونستضيفك في صلاحك شكرا